السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو النهاردة هنحضر مع بعض كيكة العشر دقايق هتاخد في تحضيرها عشر دقايق بالزبط وكمان هنعملها بالمية وهنعملها بخطوة واحدة بس هنشوف يعني مع بعض بمنتاز سهولة هيكون تحضيرها وبمقادير كمان بسيطة ومتوفرة في كل بيت ومقادير عادية جدا لأي كيكة بتعمليها بس دي بصراحة هتطلع نتيجتها يعني مختلفة خالص بصوا يعني قوامها طري وطعمها جميل جدا جدا فعلا أحلى كيكة ممكن تعملوها وأحلى كيكة ممكن تدقوها هنبدأ بسم الله في المقادير هيكون معايا تلات بدات بدرجة حرارة الغرفة احنا نبدأيا كده هنعمل الكيكة هنحضرها في الخلاط كل المقادير هنحطها في الخلاط حتى الدقيق هنضيفه مع البقى المقادير في الخلاط وهيكون بمنتاز سهولة بقى تحضيرها عشان كده كلها في خطوة واحدة معايا كده تلات بدات ضيفت عليهم فانيليا كوباية سكر وهخلط كل المكونات دي كويس جدا جدا لغاية ملاقي البيض آآ السكر ده بفيه كويس جدا ولونه بقى أصفر فاتح وهايش كده شوية بشكل ده كده آآ بعد كده بكون محضرة معايا نص كوباية من الزيت النباتي هضيفها برضو مع المكونات السابقة واخلط بقى المقادير معايا هيكون آآ كوبايتين دقيق المواد الجافة كوبايتين دقيق نخلاهم ومحضرهم جنبي مع معلقة كبيرة من البكنج بودر ابدأ بقى اضيفت دقيق كده اثناء اللي خلط وهو شغال على سرعة واحد من الفتحة اللي فوق دي واضيفت دقيق كده معلقة معلقة مع استمرار الخلط عشان اختلت معانا اول باول وما بنلاقيش بعد كده اي تكتلات في خليط الكيكة وبيختلت مع بعض يعني كل المكونات بشكل ممتاز جدا جدا بعد ما ضيفت حوالي نص كوباية نص كمية الدقيق هاضيف عليهم نص كوباية من الحليب الدافي بدافية بس كده مش بيغلي ولا اي حاجة وبعد كده هكمل بقى اضافة الدقيق برضو هكمل بقى بالمعلقة كده معلقة معلقة عشان نسمح للدين يختلت مع بقى المكونات كده كويس وما يعملش معانا اي تكتلات بعد كده نص كوباية من الميا دافية برضو آآ وده جديد هنا كنت اول مرة اعمل كيكة بميا بصراحة آآ الميا بتديها شاشة جميلة جدا للكيكة وقوام حلو جدا زي اللي شفنا في بداية الفيديو كده بعد كده باضيف معلقة كبيرة من الخل برضو كل ده والخلات شغالة على سرعة هادية يعني اقل سرعة فيه سرعة واحد طبعا ما ضيفتش البيكنج بودر مع الديق نسيت هضيفه دلوقتي معلقة كبيرة كده مليانة من البيكنج بودر انتوا طبعا بعد ما تنخلوا الديق تضيفه البيكنج بودر وتقلبهم مع بعض عشان احنا بنضيف الديق في الخلاط بالمعلقة كده آآ يبقى مختلط معا البيكنج بودر على طوله وما ننسهوش ولما خلصنا بقى كمية آآ اضافة كمية الديق كلها كان ده قوام الكيكة وآآ وشكلها بس وشكلها يعني ملمسها او قوامها آآ سالس كده وناعم وما فيوش اي تكتلات وجميل جدا جدا طبعا لو لقيتوها اخف من كده ولا حاجة ممكن برضو آآ تضيفه معلقة دقيق وتضربه تاني لقيتوها اتقل من كده مثلا تقيلة بشكل يعني زيادة عن اللزوم معلقة حليب وتآ وتضربه تاني يعني تزبطوا كده القوام على حسب ما تشوفوه معاكو هيكون عامل ازاي دلوقتي اخدت جزء من العجينة مش نصها ولا حاجة يعني حوالي كباية واحدة من الخليط بتاع الكيك كل ليفت عليه معلقتين كبار من الكاكاو وقلبتهم كواس جدا مع بعض بكون بقى معايا قلب الفرن المستطيل ده دهانتو كواس بالزيت وبضيف آآ الكيكة بقى لبيضة وبضيف كده شوية من كيكة الشوكولاتة دي اللي حضرناها على جنب آآ في الويست كده زي ما احنا شايفين بننزل في الويست ونخلي بالنا يعني يعني نخلي آآ آآ شوية كده من القلب ما نملوش يعني لغاية الاخر نسيك فيه فراغ بالشكل ده وعشان كده تبقى معايا خليط من من الكيكة حطيتها في قلب كده اصغر برضو شوية من كيكة الفانيليا وشوية من كيكة الشوكولاتة في النص على طول ونخليطهم كده بعود خشبي زي ما خلطت برضو زي ما شوفنا القلب المستطيل الكبير آآ بشكل كده بالعود الخشبي سريع عشان تبقى معانا مرب الكيك وبدخلهم فرن سخن درجة حرارته مية وتمانين آآ فتح الشوعلة اللي تحت بس وفتحت المروحة ولغاية ما الكيكة استاوت اخدت اللون الجميل ده من فوق مفتحتش الشوية ولا حاجة طبعا اختبارها لو لقيتوها فتحة مثلا من فوق لسه تفتحوا عليها الشوية بصوا بقى كده بعد ما الكيك بتاعنا خرج من الفرن يعني قوامه تحفة طري جدا جدا وزي السفينجة بالزبط القلب الكبير والقلب الصغير بالشكل ده طبعا دي تعتبر كده لو عايزينها كيكة فانيليا بس يعني تستغنوا عن خطوة اضافة الكاكاو دي وتخلوها كيكة فانيليا عايزينها كيكة شوكولاتة تضيفه الكاكاو على الخليط كله وتبقى كيكة شوكولاتة او ماربل زي ما انا عملت يعني زي ما تحبه المقادير هي هي وتشكله في الشكل في كل مرة زي ما تحبه دلوقتي هنحضر بقى الصوس اللي هنحطه على الكيكة آآ معلقتين كبار كده من مربع الحليب عليهم ميجي راه من شوكولاتة البيضة حطيتهم في ده بكواس جدا مع بعض ويبقوا بالشكل ده آآ طبعا الكيكة طلعتهم على الشبكة يتهو شوية قبل ما اضيف كده يعني هم لسه دافين بس مش سخنين او يعني ضيفت بقى حوالي نس كباية من عين الجمل المجروش كده او المكسر كطعة صغيرة على الصوس اللي حضرناه تقدروا يعني ده اختياري تقدروا تستغنوا عنه وبنضيف بقى على القلب الكيكة بقى كده بالشكل ده الصوس اللي حضرناه تعمه جميل جدا جدا وهي من غير الصوس لو مش عايزين تعملوا الصوس خالص آآ تقدموها كده تحفى بجد طعمها تحفى من غير اي حاجة عليها هتعجبكم جدا ان شاء الله وزي ما شفنا طريقتها بسيطة وما قدرها كمان بسيطة هنا الكيكة الصغيرة دي فيها تكويف تكويف كده من الويست آآ هحط برضو فيه شوية من الصوس اللي معانا وهو الصوس بقى ينزل على جوانب الكيكة بتاعت كده المستطيلة او دي بشكل كده عشوائي ديها منظر جميل هنشوف بقى شكل الكيكة من جوة بنقطع طبعا القلب الكيكة ده آآ شرائح كده جميلة جدا هي طريقة جدا جدا معاكم آآ بصراحة هتعجبكم او هتعتمدوها ان شاء الله زي ما اعتمدتها كده بسو بقى شكل الكيكة طريقة جدا واسفنجية وقومها وطعمها تحفى وعلى فكرة بتقعد آآ تلات ايام او اكتر كمان تفضل في نفس التروع ما بتتأثرش خالص ولا بتفرول ولا اي حاجة وده القلب بقى الصغير فتحته لكم برضو من جوة آآ في الويست كده كيكة الكاكاو وحوالينها كيكة الفانيليا والصوس برضو طعمها لزيز جدا جدا بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم قوي قوي وزي ما انتم عارفين طبعا اللي شافها معايا دي كانت كيكة عملتها معاكم في فيديو روتين سابق آآ وكتير جربوها ورجعوا على الوليو اتبسطوا منها ومن نتيجتها بس احبيت اخليها في فيديو الوحدية كده عشان لما تحبوا ترجعوا لها تلاها في فيديو الوحدية آآ لانها يعني بصراحة كيكة سبشيال كده تستحقق يكون لها في الوحدية آآ بما قادرها بطريقتها يعني آآ اي حد كده يستفد من الطريقة عشان ما تتلغبطوش وتعودوا الدورة عليها كتير ان شاء الله جربوها وتقولولي ايه رأيكم واشوفكم على خير في فيديو جديد مع الفي السلامة